خلينا نقف الأول عند المهرجان يعني كيف ترين مهرجان قارة سينمائية الدولة وانت عصرت الدورات العملاقة طبعا طبعا ويمكن زعلت قوي ان اسم الأستاذ الكبير سعد الدين وهبة كانت نسى وبقينا كلنا يعني كم حد في الصالة بيقوله سعد الدين وهبة ده ما يتنسيش يعني ده هو دوراته العظيمة اللي كانت وكلنا يشهد يعني المهرجان انه كان في القمة وقتها الحياة صحيح خلينا نقول زي ما حضرتك بتقول كده القوى النعمة احنا النهاردة مصر مش بس مهرجان القائرة السينمائي احنا قدام طريق كباش احتفال عظيم جدا بيبين تاريخ مصر قبلها حضرت في العاصمة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة أوبرا فيينا أوركسترا فيينا مع ريكاردو موتي الماستر العظيم على مستوى العالم هو خامس واحد على مستوى العالم أبهرنا بالمعزوفات وخلنا سافرنا النمسا ورجعنا اننا بنقضي ليالي الأنسي حقيقي رحنا فيينا ورجعنا ده طرنا في السحاب معه الحقيقة ده عمل عظيم جدا وأجمل ما لفت نظري ان الحكومة كلها رئيس الحكومة بكل الوزراء كانوا موجودين ده شيء عظيم جدا ان احنا يبقى عندنا وضراء بيبقوا عندهم التزوق الفني وورهوا هذا الرقي لأن أنا النهاردة لما يبقى عندي مسؤول بيستمتع بهذا الفن الرقي أكيد فكره هيبقى بهذا الرقي بعدها جاء طريق كباش وده أنا بقول عليه سياحة القوى النعمة مش بس قوى النعمة بتأثر لأ ده على المعارف وعلى الإدراك وعلى الوعي أنا كمان طول عمرها ده بيحصل إنما النهاردة أنا بقيت أستخدم قوى النعمة كمان في السياحة بقى عندي سياحة القوى النعمة اللي تقدمت النهاردة في مرتين مرة في فتح ماتحف الحضارة والعالم كله كان بيحسدنا على ما نملك مش بس من أثار ومن بشر بأطفالنا بالكبار بكل شيء عظيم كان في مصر حديثا وقديما يأتي كمان بعدها بشهور قليلة ونلاقي طريق الكباش اللي هو الطريق ده اسمه طريق المواكب الملكية ونشوف عظمة المصر القديم إزاي كان بيحتفل بعيد فيضان النيل عيد الأوبت وعيد الأوبت ده كان الخير والنماء ولمصر ليلة كانت مبنية على الزراع المية لما بتيجي هيحصل خير وحنزرع وحنبني فده جميل جدا إن إحنا نعيد تاني وبالأغاني اللي كانت بتتغنى عزيم جدا وبالفنون اللي كانت بتتقدم فشيء جميل جدا إن أنا أعيد إحياء حاجة كانت الناس ما شفتهاش لأول مرة في التاريخ تتشاف بس هي كانت متشافة على الجدران أنا عندي رسومات موجودة في معبد الأمصر كأنه شريط سينمائي اللي احتفلات عملها إزاي صحيح بجد يعني شيء عظيم جدا ييجي وراه تاني يوم ألاقي مهرجان القاهر السينمائي طبعا مهرجان السينمائي ده أقدم مهرجان في المنطقة العربية والوحيد المتواصل إحنا عدنا فترة لقينا مهرجان أبو زبي مهرجان دبي مهرجان بحري سمعنا كل ده بس الحقيقة ما فيش استمرارية ولا مهرجان واخد فئة أي أو ألف إلا مهرجان القاهر السينمائي بتاريخه العريق بالأسماء العظيمة اللي تولت رئاسة هذا المهرجان بالأسماء كمان النجوم اللي ظهرته يعني وحضرت افتتاحه ده الحقيقة أنت يعني أنا لما برجع كده بالذاكرة ولاقي أن أنا أول مرة حضرت المهرجان ده كان في سينما مترو فيلم الافتتاح وفيلم الافتتاح كان فليني فليني يعني أنا لما يبقى مصر بتعرض لفيلم الفليني ده كان حاجة بالنسبة لي وأنا ساعتها كنت في حالة زهول يعني والنجوم اللي موجودين لا الأسماء ما تعدش يعني بجد أنا لو قعدت أقول جينا لولو برجيدا مثلا لغاية حسين فاهمي كانت موجودة أسماء كتير 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 الحقيقة الواحد فخور السجل ده كله والصور دي كلها كفاية لأي بني آدم مصري أنه يبص كده يشوف دول كلهم زارونا دول كلهم أفلامهم اتعرضت دول كلهم إحنا انبهروا ببلدنا كمان صحيح فدي حاجة جميلة بس أنا يعني بداية محمد حفزي كانت من الدورة رئيس المهرجان الحالي أنا كنت متحمسة له جدا لأنه شخصية بتفهم في السينما كويس بيكتب في السينما منتج سينمائي على ثقافة عالية جدا فعلا بالفن السينما العالمي إنما اللي شفناه في البدايات بدأ يهبط المجامل لما تخش حاجة الدنيا ما بتبعش زي العول أنا السنة اللي فاتت كان فيه بعض المجاملات السنة دي فيه مجاملات كتير السنة دي لما لاقي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بيفتتح من غير فيلم افتتاح أنا استغسرت أن أنا روحت لي أنا مش بروح عشان أمشي على الريد كاربت ولا عشان أتفرج على الفنانين مهرجان القاهرة السينمائي أو أي مهرجان في العالم فيلم افتتاح على فكرة البهرجة والاستعراضات وكانت الدول بتتسابق يكون مين فيلمها هو في الافتتاح بالزبط كده فيلم الافتتاح ده حكاية ده نص النجاح بتاعك فيلم الافتتاح لما يتزع تاني يوم الساعة 12 ويبقى عرض واحد طبعا أنا هو فيلم عظيم أنا بتكلم حقيقي اللي هو الأسباني الأسباني فيلم اسمه Official Competition فيلم جميل جدا وليه معاني ودي الكوميديا الرقية جدا اللي بتتكلم كمان على السينما وإزاي السينما دي ممكن أن أنت ينتهي الفيلم وإنت مش فاكر منه حاجة أو يفضل الفيلم معاك طول الحياة يأثر فيك لهذا الشكل وإزاي النجوم اللي بنصنحهم من الهوى كده بالفلوس وإزاي النجم اللي يعني يعني تعايش مع الشخصية ويقدم أعمال طبقة للزمن الحقيقة فيلم عجبني جدا بس للأسف الشديد أنا ما يعرضش فيه في الافتتاح أبقى أنا روحنا عملنا إيه اتفرجنا على خالد صالح في وصلة مع علي ربيع كانت للأسف خالد الصاوي أسفا خالد الصاوي مع علي ربيع علي ربيع مالوش تاريخ سينمائي مع احترامي الشديد ليه هو كوميديان بعض الناس بتحبه أنا من الناس الحقيقة اللي ما بيدحكنيش لأنا ما بحبش الارتجال بحب الكوميديا الرقية اللي تربيت عليها صحيح إنما كوميديا بتاعت الارتجال المصرح مصر والكلام ده أنا الحقيقة مش معتبراها كوميديا لا بترتقي بالإنسان ولا بترتقي بالوجدان ولا أي حاجة أنا محتاجة كوميديا يعني برضو مجتمعي غريب يعني بتأكيد بتأكيد تمام لأن الارتجال ليه مدرسة خليني أقولك بقى ليه علي ربيع هو فين تاريخه السينمائي أنا كده بهبط بمهرجان القاهرة السينمائي وإزاي أنا لتاني سنة خالد الصاوي ممثل جميل وكل حاجة بس ما قدرش إن أنا أتفرج على استعراض ارتجالي لتاني مرة والمرة دي جايب علي ربيع معاه بيقدي دويته كده مع بعض حاجة يعني أنت بمكن تشوفها وانت صهران في يعني في نايت كلاب لكن مش في مهرجان القاهرة السينمائي كمان لما جامل موزيعة في موزيعة هي لها يعني اسمها مونة عبدالوهاب أنا الأول قلت مونة عبدالوهاب بتاعتنا بتاعتنا بتاعت التلفزيون المصري القديمة طبعا ما أجي أستضيف مخرج كبير زي إيمير كوستريسا الحقيقة هو مخرج كبير جدا واخد صعفة زهبية وأنا شفت فيلمه سنة 93 في مهرجان كان السينمائي ويمكن من المرات القليلة اللي احنا بنجمع على صعفة زهبية قبل المهرجان ما انتهي لما شفنا الفيلم ده وقلنا ده مؤكد هو صعفة زهبية الفيلم ما جاش مصر وما تشافش غير على مستوى ديق جدا في بعض اللي بيسافروا مهرجان كان من الزملاء ويتعرض في زاوية على مستوى ديق جدا وهو يعني ما تشاهد طب أنا النهاردة لما يجي أطلع على المسرح وأطلع مشهد من الفيلم الناس هتفهم ازاي أنا لقيت ناس بتسألني هما طلعوه بزفة ليه كده لدرجة أنا قلت الحياة الحفزي قلت له جيب اللقطة على الشاشة خلفه وجيبها حية من غير صوت فالناس تفهم ان دي لقطة من فيلمه انما أتسئل السؤال ده هو في ايه هما بيعملوله كده ليه هو الوحيد والمجموعة القليلة اللي شافت الفيلم اللي فاهمين المشهد ده ايه والمزيكة دي ايه يعني هنقول ان احنا عندنا شوية خطايا السنة دي في المهرجان لكن الحسنة الوحيدة اللي عملها محسن أندرو وانا بشكره جدا المدير الفني ان جاي بمجموعة افلام كويسة قوي منها فيلم من بارح شفناه اسمه بنات عبدالقادر الحقيقة الفيلم الجيد جدا أردني مباراة في التمثيل بين اربع بينهم طبعا اسمين ماريوم بسيسو فنانة كبيرة وصبا مبارك العرض كان جميل جدا لامس قلوب كل اللي موجودين في الصالة لانه بيتكلم على المرأة في كل المدن العربية تمام بلدنا العربية بلدنا العربية كلها فالحقيقة لمسنا كلنا وكان فيلم جميل جدا وفيلم الافتتاح كان جميل وبعض الأفلام يعني أنا مبسوطة أن أنا مثلا هشوف فيلم ريدي سكوت مثلا فيلم كويس كارل الثورة جاي له فيلم يعني بعض الأسماء الكبيرة العالمية والأفلام دي متاحة للجماهير علشان نقول لهم متاحة بتذاكر طبعا متاحة للنقابات الفنية ومتاحة للصحفيين والنقاد بدأوا يعملوا نظام أن ناخد تيكت رغم أن نحنا معانا للكارنيهات لكن في النهاية بتعجأنا شوية أن نحنا نقدر نتابع كويس لكن مش مشكلة ترجمة نانسي قنقر